سلامة ومرحبا بكم على قناتنا الخاصة قناة الحياة اليوم بيش نحكيو على التحركات اللي قادة تصير داخل حركة النهضة بعد التصريحات لرئيس الجمهورية انه القائد الاعلى للقوية المسلحة العسكرية منها والمدنية والامن بيسي في عامة فمتحركات كبيرة بخصوص وزارة الداخلية بيش نحكيو عليها توا حيث علق المغزوي النائب عن قدلة ديمقراطية وامين عام حركة الشعب اليوم عن تصريحات رئيس الجمهورية بخصوص قيادة القوية المسلحة العسكرية والامنية معتبرا ان قيس سعيد قدم قراءته للدستور واضحة ولا ضرر في ذلك حسب تعبيره وقال هذا لا يعني انني اساند رئيس الجمهورية لكنني لا ارى اين الضرر من تقديمه لقراءة الدستور واليوم نحن في معركة سياسية لا دستورية وسبب الفزع والخوف والرعب التي تعيشه حركة النهضة بيغضر نظر عن تصريحات رئيس الجمهورية هي وزارة الداخلية لانه حطيد على وزارة الداخلية ومتحبهش تتمثل لانه هي الاساس في كل شيء وتابع الحديث عن القوات الامنية يعني وزارة الداخلية وبالتالي الجهاز السري والاغتيالات السياسية والغرفة السوداء والاستعلامات والشهيد محمد البرهمي التي كانت احد اجهزة الداخلية قد تلقت وثيقة تؤكد انه سيتعارض الاغتيال نتفع ربي واعتبر المغزوي ان رئيس الجمهورية عندما قدم قرائته للدستور لم يحمل بندقية حسب تعبيره لم يعين او يرفض وزيرا للداخلية هاو تحليل السيح هاو الاصل خايف منه ما تنسوش لايك واشتراك وتفعيل الجرس وانقولكم باي باي اشتركوا في القناة